سارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وانفع الخفاق أفضر يحمل النور المصطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت بطر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أخواني الطلاب وخواتي الطالبات ما يخفى عليكم فائدة تمرين رياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة للتفكير والاستيعاب نبدأ التمرين الأول تراين أمام الصدر تمرين تدي تراين في الوصف فتح القدمين لف الجذع لليمين أربعة عدات ولليسار أربعة عدات تمرين مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع 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 ثلاث، أربع، أمام، جمع، أمام، تحت، واحد، ني، ثلاث، أربع، واحد، ني، ثلاث، أربع نوضع الوقوب، نضرنا ثابات الوسط، ننتقى خطوة للمين، ثم نعود إلى المنتصف، ثم ننتقى خطوة للمساء، نعود إلى المنتصف التبرين باستمرار، تبرين، يبتد، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، واحد، اثنين، ثلاث، أربع من الوقوف، فتح القدمين، انتساع الحوض، وضع الضراع اليمنى الوسط، والضراع اليسرى فوق الرأس، الرافع، الضغط أربع عدات جهة اليمين، ثم التبديل، والضغط أربع عدات جهة اليسار تبرين، ابتدي، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، واحد، اثنين، ثلاث، أربع اشتركوا في القناة سنكمل لهذا اليوم درس القاسم المشترك الأكبر سنبدأ بسم الله وعلى بركة الله سنتعلم أو نتذكر معا ما معنى كلمة القاسم ما معنى المشترك ما معنى الأكبر ما معنى كلمة القاسم القاسم بمعنى هي قواسم ذلك العدد ما هي العداد التي يقبل القسمة عليها بدون باقي وتصبح كحاصل ضرب عددين هذه معنى القواسم لنأتي ما معنى المشترك وهي الأعداد المشتركة بين قواسم عددين أو أكثر ما معنى الأكبر وهو أكبر تلك القواسم حيث يمثل هو القاسم المشترك الأكبر تعلمنا بالأمس كيف نوجد القاسم المشترك الأكبر لدينا لهذا اليوم مهارتين مهارتين لإيجاد القاسم المشترك الأكبر إذن ماذا سنتعلم اليوم المهارة الأولى إيجاد القاسم المشترك الأكبر بكتابة القواسم في قائمة منظمة إذن ماذا سنفعل لهذا اليوم سنوجد قواسم العدد الأول في قائمة منظمة ثم نوجد قواسم العدد الثاني بقائمة منظمة ثم نوجد المشترك ثم نستخرج القاسم المشترك الأكبر لنبدأ لدينا مثال وهو العددان 54 والعدد 60 حتى نوجد قواسم العدد 54 لنفكر قليلا على ماذا يقبل العدد 54 لننظر إلى الأحد أحده أربعة إذن أربعة من العداد التي تقبل القسمة على إثنان لذلك سنقول أحسنتم إذن سنوجد قواسم العدد 54 إذن إثنان في ماذا ثم نبحث مرة أخرى الأربعة والخمسة نجمع المنازل إذن وجدنا أنها تقبل القسمة على أثنان ثم نجمع الأربعة وخمسة كذلك تقبل القسمة على أحسنتم تقبل القسمة على ثلاثة كذلك تقبل القسمة على تسعة ونبحث هكذا حتى نوجد جميع قواسم العدد 54 نذهب إلى العدد 60 ننظر إلى الأحد إذن الصفر يدل أنها تقبل القسمة على ماذا؟ أحسنتم إذن العدد يقبل القسمة على 2 كذلك أحسنتم نجمع المنازل جمعنا الصفر زائد 6 يساوي 6 كذلك تقبل القسمة على ماذا؟ أحسنتم على الثلاثة وهكذا نطبق جميع القاعدات وكذلك الصفر دليل أنها تقبل القسمة على 5 وكذلك القسمة على 10 إذن نستعين بها لإيجاد جميع قواسم أو عوامل العدد لنلاحظ أننا أحسنتم أوجدنا أحسنتم قواسم العدد 54 ثم أوجدنا قواسم العدد 60 إذن ماذا نبحث الآن؟ إذن أولاً القواسم ثم نبحث عن ماذا؟ المشترك لنبحث معاً ما هي الأعداد أو القواسم المشتركة بين الـ 54 و60 أحسنتم إذن هو الواحد كذلك ماذا؟ الاثنان رائعين ثم ماذا؟ الثلاثة ثم الستة إذن وجدنا أن العددين يقبلان القسمة أحسنتم على الواحد ثم الاثنان والثلاثة أيضاً والستة إذن هذا ماذا نسمي الواحد والاثنان والثلاثة والستة؟ ماذا نسميهم؟ قواسم مشتركة بين العددين إذن القواسم المشتركة أحسنتم هي واحد واثنان وثلاثة وستة إذن هذه نسميها قواسم مشتركة بين العدد الأول والعدد الثاني الآن عن ماذا نبحث؟ أحسنتم سنبحث عن القاسم المشترك الأكبر كيف سنجد القاسم المشترك الأكبر؟ هل هو الواحد؟ أم الاثنان؟ أم الثلاثة؟ أم الستة؟ من اسمه الأكبر إذن هو أكبر الأعداد إذن ماذا يمثل؟ رائعين إذن قاسم المشترك الأكبر هو الستة إذن ماذا فعلنا لهذا اليوم؟ كيف نوجد القاسم المشترك الأكبر في قائمة منظمة؟ إذن أوجدنا قواسم العدد الأول ثم قواسم العدد الثاني ثم أوجدنا القواسم المشتركة ثم حددنا القاسم المشترك الأكبر عملية بسيطة جدا وسهلة هذه تمثل المهارة الأولى ما رأيكم أن نمثل العددين بشكل فن حتى نحدد القواسم المشتركة لاحظوا معي قواسم العدد 60 وضعناها بشكل الدائرة الحمراء قواسم الـ 54 وضعناها بشكل الدائرة الصفراء نلاحظ أن هناك منطقة مشتركة بين الدائرتين ماذا تمثل تلك المنطقة؟ أحسنتم هي القواسم المشتركة بين العددين لنبحث أيضا عن طريق القواسم المشتركة ما هو القاسم المشترك الأكبر؟ نحدد أكبر تلك الأعداد نلاحظ معا القواسم المشتركة كما ترون الآن نلاحظوا معي هذه القواسم المشتركة تمثل أحسنتم مشتركة بين العددين ولكن كي نحدد القاسم المشترك الأكبر نحدد أكبر هذه الأرقام وهو ماذا؟ أحسنتم وهو الستة إذن قاسم المشترك الأكبر وهو الستة ما رأيكم أن نأخذ مثال ونطبق تلك المهارة؟ لنبدأ لدينا أوجد القاسم المشترك الأكبر لكل مجموعة مما يأتي سنستخدم إيجاد القاسم المشترك عن طريق قائم ومنظمة ماذا سنفعل؟ لدينا العدد 15 ولدينا العدد 45 ماذا سنفعل؟ أحسنتم نوجد قواسم العدد 15 ثم ماذا؟ قواسم العدد 45 ننظر إلى الأحد وعلى ماذا يقبل؟ أهل 15 أحده 5 إذن سيقبل العدد 5 إذن نجمع الخمسة والواحد كذلك يقبل القسم على ماذا؟ أحسنتم على ثلاثة ثم نستخرج العوام لنذهب إلى العدد 45 أحده 5 إذن يقبل على ماذا؟ رائعين على العدد 5 نجمع الخمسة والأربعة كذلك يقبل القسم على ماذا؟ أحسنتم على الثلاثة وكذلك على التسعة أوجدنا قواسم العدد 15 نلاحظ دائما وجود الواحد لماذا نوجد الواحد من بين القواسم؟ أحسنتم لأنه قاسم مشترك لجميع الأعداد لذلك سنقول واحد ضرب 15 ثم ثلاثة ضرب 5 لنأتي إلى قواسم الخمسة وأربعون بماذا نبدأها؟ أحسنتم بواحد ضرب 45 ثم ماذا؟ أحسنتم لأنه يقبل القسم على ثلاثة ثلاثة ضرب 15 ولأنه يقبل الخمسة على التسعة والخمسة سنقول خمسة ضرب 9 ما هي الخطوة القادمة؟ أوجدنا قواسم الأول أوجدنا قواسم الثاني ما هي الخطوة القادمة؟ أحسنتم نبحث عن المشترك ابحثوا معي ما هي أحسنتم القواسم المشتركة بين العددين يوجد القاسم في قائمة الخمسة عشر ويوجد في قائمة الخمسة وأربعون رائعين إذن لدينا الواحد ثم ماذا؟ أحسنتم ثم الثلاثة ثم ماذا؟ ثم الخمسة رائعين إذن ماذا نسمي الواحد والثلاثة والخمسة؟ نسميها قواسم مشتركة أحسنتم إذن هذه القواسم المشتركة الواحد والثلاثة والخمسة نلاحظ أن كذلك لدينا قاسم وهو الخمسة عشر إذن لدينا القاسم خمسة عشر إذن ماذا نسمي الواحد والثلاثة والخمسة والخمسة عشر نسميها أحسنتم نسميها القواسم المشتركة كيف سنوجد القاسم المشترك الأكبر؟ رائعين ننظر إلى الأعداد أكبر قاسم مشترك هو ماذا أحسنتم إذن سنقول القاسم المشترك الأكبر يساوي 15 كيف حددنا الخمسة عشر لأنه أكبر تلك القواسم رائعين إذن ماذا فعلنا الآن أوجدنا قائمة منظمة للعدد لقواسم العدد الخمسة عشر ثم الخمسة واربعون ثم بحثنا عن القواسم المشتركة ثم أوجدنا القاسم المشترك الأكبر عن طريق تحديد أكبر رقم في القواسم رائعين لنذهب الآن إلى المهارة الثانية ما هي المهارة الثانية؟ إيجاد القاسم المشترك الأكبر بماذا؟ بالتحليل إلى العوامل الأولية كي نستخدم هذه المهارة لدينا طريقتين سنتعلم الطريقة الأولى ثم نتعلم الطريقة الثانية أحسنتم ثم نطبق أي من الطريقتين لنبدأ الآن أحسنتم هذه ما معنى كلمة العدد الأولي؟ هذه أحسنتم إذا العدد الأولي هو العدد الكلي الذي له عاملان فقط هما العدد واحد والعدد نفسه ما معنى التحليل إلى العوامل الأولية؟ حيث يمكن كتابة العدد غير الأولي كحاصل ضرب أعداد أولية لنتعلم تلك المهارة أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين ثمانية عشر وثلاثون سنتعلمها بطريقتين الطريقة الأولى ثم الطريقة الثانية عند الحل نختار إحدى الطريقتين ما هي الطريقة الأولى؟ الطريقة الأولى هي تحليل العددين إلى عواملهما الأولية تحليل العددين إلى عواملهما الأولية ماذا فعلنا؟ الثمانية عشر أحسنتم حللنا العدد ثمانية عشر تحليل شجري أتينا بقاسمين للعدد ثمانية عشر وهم الاثنان ضرب تسعة ثم الاثنان عدد أولي أحسنتم سينزل كما هو لن يقبل التحليل ثم أحسنتم التسعة وهي حاصل ضرب الثلاثة ضرب ثلاثة انتهى التحليل بإيجاد العوامل الأولية للعدد ثمانية عشر نأتي إلى العدد ثلاثون كذلك نأتي بقاسمين للعدد ثلاثون وهو الاثنان ضرب الخمسة عشر أحسنتم الاثنان لأنها عدد أولي سننزلها أما الخمسة عشر فهي ثلاثة في خمسة وانتهى التحليل بالأعداد الأولية وهي قواسم ذلك العدد إذن ما هي قواسم العدد ثمانية عشر وما هي قواسم العدد ثلاثون أحسنتم كيف سنوجد الآن المشترك وضعنا دائرة على القواسم المشتركة بين العدد 18 والعدد 30 نلاحظ أن الاثنان مشتركة ثم ماذا أيضا الثلاثة مشتركة ماذا سنفعل للرقمين المشتركين الاثنان والثلاثة سنذهب أحسنتم إذن سنأخذ الاثنان لاحظوا معي سنأخذ اثنان ثم سنأخذ من الثلاثة ماذا نفعل لهم أحسنتم ونوجد القاسم المشترك الأكبر عن طريق أخذ الأعداد المشتركة وضربها في بعض لإيجاد القاسم المشترك الأكبر وهو الستة إذن بهذه الطريقة أخذنا الأرقام المشتركة أو القواسم المشتركة وضربناهم في بعض وأوجدنا القاسم المشترك الأكبر إذن هذه الطريقة الأولى ماذا فعلناه حللنا العدد الأول تحليل شجري ثم قمنا بتحليل العدد الآخر تحليل شجري ثم أوجدنا قواسم العدد الأول وقواسم العدد الثاني وأخذنا القواسم المشتركة وأحسنتم وضربناها لإيجاد القاسم المشترك الأكبر إذن القاسم المشترك الأكبر للعددين 18 والثلاثون هو ماذا أحسنتم هو الستة وهو أكبر قاسم يقبل القسمة عليه هذه الطريقة الأولى ما رأيكم أن نتعلم الطريقة الثانية الطريقة الثانية أحسنتم وهي القسمة على أعداد أولية ماذا سنفعل أحسنتم إذن نأتي بالثمانية عشر والثلاثون نقسمها على أعداد أولية ننظر إلى أحد العدد نلاحظ الثمانية عشر أحدها ثمانية الثلاثون كذلك أحدها صفرا إذن يقبلان القسمة على ماذا؟ يقبلان القسمة على اثنين إذن تقسيم اثنين أصبح الناتج تسعة وخمسة عشر إذن ثمانية عشر تقسيم اثنان تسعة أما الثلاثون تقسيم اثنان فهي خمسة عشر التسعة والخمسة عشر من مضاعفات ماذا؟ أحسنتم هل يقبلان القسمة على اثنين؟ لن يقبلان لذلك سيقبلان القسمة على ماذا؟ أحسنتم جربوا الثلاثة إذن ثلاثة التسعة مضاعف لثلاثة كذلك الخمسة عشر الخمسة والواحد أحسنتم مجموعهما يقبل القسمة على ثلاثة رائعين إذن انتهت القسمة بماذا؟ بأعداد أولية إذن نلاحظ المقسوم أحسنتم إذن نلاحظ أننا قسمنا على أعداد أولية إذن قسمنا على الاثنان وقسمنا على ثلاثة كيف سنوجد القسم المشترك الأكبر؟ إذن نأخذ الاثنان والثلاثة وماذا نفعل بهم؟ رائعين إذن قمنا بعملية ماذا؟ إذن ضربنا الاثنان في ثلاثة فأصبح القسم المشترك الأكبر ستة هذه طريقة ثانية وهي القسمة على أعداد أولية إما نختار الطريقة الأولى أو نختار الطريقة الثانية ما رأيكم أن ناخذ مثال؟ لدينا مثال 12 و 18 ما رأيكم أن نحلها بالطريقة الأولى ثم بالطريقة الثانية إذن الآن لدينا الـ 12 نحلل الـ 12 تحليل شجري نأتي بقواسم للعدد 12 أحسنتم إذن الـ 6 ضرب ماذا؟ ضرب الـ 2 ثم نحلل الـ 6 كذلك تحليل شجري تصبح 2 ضرب 3 لماذا أنزلنا الـ 2؟ لأنها عدد أحسنتم أولي لا تقبل إلا على نفسها وعلى عدد 1 على ماذا انتهينا؟ انتهينا أحسنتم أن حصلنا على الأعداد الأولية للعدد 12 نأتي إلى العدد 18 نلاحظ أن الـ 18 نأتي بقاسمان وهو الـ 2 ضرب 9 كذلك ننزل الـ 2 ثم نحلل الـ 9 ثلاثة ضرب 3 الآن بعد أن ظهرت لدينا القواسم نلاحظ أننا سنبدأ بماذا؟ إذن أوجدنا القواسم الآن سنوجد المشترك كيف سنوجد المشترك؟ أحسنتم نبحث عن الأرقام المشتركة بين العدد 12 و 18 ما هم الأرقام الموجودة المشتركة بين قواسم أو بين قواسم العدد 12 و 18؟ أحسنتم إذن لدينا ماذا؟ الـ 2 نركز جيدا ثم ماذا؟ غيرها مشترك كذلك أحسنتم الثلاثة هل يوجد أعداد غيرها مشتركة؟ لا يوجد مشترك إلا الـ 2 والثلاثة ماذا سنفعل بالأعداد المشتركة؟ كما اتفقنا أحسنتم نأخذ الأعداد المشتركة ونضربها في بعضها حتى نحصل على القاسم المشترك ماذا؟ الأكبر رائعي إذن لاحظوا معي القواسم المشتركة هي الـ 2 والثلاثة فقط ماذا سنفعل في القواسم المشتركة؟ نضربها في بعض للحصول على القاسم المشترك الأكبر وهو الـ 6 طريقة جميلة ورائعة وبسيطة نأتي إلى الطريقة الثانية ما هي الطريقة الثانية؟ وهي القسمة على الأعداد الأولية ماذا سنفعل؟ أحسنتم نأتي بالـ 12 والـ 18 ونبدأ في قسمتها على عدد أولي نلاحظ أن الـ 12 والـ 18 نركز على الأحد أحسنتم إذن الـ 12 أحدها 2 إذن تقبل القسمة على 2 كذلك الـ 18 أحدها 8 لذلك تقبل القسمة على 2 18 تقسيم 2 تصبح الجواب ماذا؟ 9 12 تقسيم 2 يصبح الجواب 6 إذن الـ 6 والـ 9 لننظر الـ 6 تقبل القسمة على 2 ولكن الـ 9 هل تقبل القسمة على 2؟ لا بد أن يقبلون جميعهم على نفس العدد إذن لنقسمهما على 3 إذن 6 تقسيم 3 يصبح 2 9 تقسيم 3 يصبح 3 ظهر لنا العددان الأوليان ما هما؟ هما الـ 2 والـ 3 ماذا سنفعل في الـ 2 والـ 3؟ أحسنتم نضربهم في بعضهم حتى نحصل على القسم المشترك الأكبر إذن سنضرب الـ 2 ضرب 3 فيصبح ماذا؟ 6 أحسنتم نأتي إلى الواجب وهو حل تمارين تأكد وتدرب بالطريقة إما بالطريقة الأولى وهي إيجاد قائمة منظمة أو بالطريقة الثانية وهي التحليل إلى عوامل أولية التحليل إلى العوامل الأولية أصبح لدينا مهارتان نختار إحدى المهارتين لنحل بهم هذه التمارين ماذا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم؟ نتذكر معا حتى نوجد القاسم المشترك الأكبر استخدمنا مهارتين أو طريقتين ما هي الطريقة الأولى؟ الطريقة الأولى وهي كتابة القواسم في قائمة منظمة ماذا فعلنا؟ نأتي بالعدد الأول أحسنتم نوجد القواسم نضعها في قائمة منظمة ثم نأتي للعدد الآخر نوجد القواسم كذلك في قائمة منظمة ثم نبحث عن القواسم المشتركة ثم نحدد القاسم المشترك الأكبر وهو أكبر تلك القواسم هذه الطريقة الأولى ما هي الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية بالتحليل إلى العوامل الأولية إما تحليل العددين إلى عواملهم الأولية أو القسمة على أعداد أولية إذن عندما أريد حل هذا التمرين أختار إحدى الطريقتين إما الطريقة تحليل العدد إلى عواملهم الأولية ماذا سنفعل؟ أحسنتم نذهب للعدد الأولي تحليل شجري ثم العدد الآخر تحليل شجري عندما نحصل على العدد الأولية نحدد ما هي القواسم المشتركة ثم نبحث أحسنتم القواسم المشتركة ثم نأخذ القواسم المشتركة ونضربها في بعضها لنحصل على القواسم المشترك الأكبر أما بالنسبة للطريقة الأخرى وهي القسمة على عداد أولية أحسنتم نقسم على عدد أولي وننظر إلى آحاد ذلك العدد حتى نحدد ثم نبتد بالقسمة وعندما تظهر العدد الأولية ماذا نفعل؟ أحسنتم نضربهم في بعضهم ونحصل على القاسم المشترك الأكبر أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بدرسنا لهذا اليوم ولن نتعلم ما لم نتدرب في بوابة التعليم الوطني عين يوجد الكثير من أشروحات والاختبارات والمراجعات نتمنى لكم كل توفيق ونجاح اشتركوا في القناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات معي أنا الأستاذة منا في درس جديد لمادة لغتي الجميلة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول إذن طلاب وطالبات سنكمل معا نص الفهم القراءة كتاب يتحدث عن نفسه نقرأ معا تضم اللغة العربية العديد من الأساليب لتسهيل وصول المعنى وتأكيده وهي جمل ذات تركيب إنشائية صيغة لأغراض خاصة ومنها أسلوب التحذير والإغراء التحذير هو تنبيه المخاطب إلى أمر مكروه ليتجنبه أما الإغراء هو حث المخاطب على أمر محبوب ليفعله إذن طلابي وطالبات سنأخذ أسلوبين أسلوب التحذير وأسلوب الإغراء سنكمل معا إذن عندما أقول أسلوب ماذا الإغراء هو أن أحط شخصا على أمر محبوب حتى يقوم بفعله وبالمقابل التحذير يكون ماذا تجنب أمر مكروه لاحظوا معي طلابي وطالبات كيف نميز بين أسلوب الإغراء والأسلوب التحذير إذن نقرأ ولكي نميز أسلوب التحذير والإغراء عن غيرهما نضع بداية الجملة إحذر إذا كان تحذيرا وإلزم إن كان إغراءا ويستقيم المعنى إذن طلابي وطالبات لدينا إحذر وإلزم إذا كان لدي أسلوب إغراء وكنت في شك من أمري هل هذا أسلوب إغراء أم لا إذن هنا يقول نضع ماذا أحسنتم نضع ماذا إلزم إذن أضع إلزم قبل هذه الجملة فإذا استقام المعنى يكون أسلوب إغراء وفي المقابل أضع ماذا عند أسلوب التحذير إحذر أحسنتم إذن أضع قبل الجملة ماذا إحذر فإذا استقام المعنى لدينا هنا أتأكد أنا وأنتم من أن هذا أسلوب تحذير لاحظوا معي لدينا عدة جمل سنحاول ماذا أن نضع قبلها إحذر وإلزم حتى نقوم بالتأكد من هذه الجمل هل تحتوي هذه الجمل على أسلوب إغراء أم أسلوب تحذير الجملة الأولى الصدق يا أحمد برأيكم طلابي الصدق يا أحمد أولا الصدق هل هو أمر محبوب أم مكروه أحسنتم إذن هو أمر محبوب إذن هنا يكون ماذا أحسنتم رائع أسلوب ماذا إغراء أتأكد أنا وأنتم إذا نضع ماذا قبل هذه الجملة أحسنتم إذن نقول إلزم الصدق يا أحمد إذن لاحظوا معي هنا أنه ماذا استقام المعنى الجملة التي تليها اليقظة اليقظة يا حراس اليقظة اليقظة يا حراس نحاول معا نضع ماذا أحسنتم إذن هنا أسلوب إغراء إذن أضع ماذا إلزم هل سيستقيم المعنى لدينا إلزم اليقظة اليقظة إلزموا اليقظة اليقظة يا حراس إذن هنا نلاحظ أن المعنى استقام نكمل معنا الجملة التي تليها الضجيجة يا أطفال برأيكم هل هذه الجملة تحتوي على أسلوب إغراء أم أسلوب تحذير الضجيجة يا أطفال أحسنتم إذن لدينا هنا أمر غير مرغوب إذن تكون ماذا تحذير نحاول وضع ماذا قبلها إلزم أحسنتم إذن نضع إحذر إذن نقول ماذا إحذروا الضجيجة يا أطفال إذن لاحظوا معي هنا أن المعنى قد استقام معنا الجملة الأخيرة الضجيجة الضجيجة يا أطفال إذن نعم ما زالت لدينا جملة تحذير نحاول معا أحسنتم إذن قمنا بماذا بوضع إحذروا الضجيجة الضجيجة يا أطفال إذن هنا أنا وأنتم قمنا بالتأكد إن كانت هذه الجملة تحتوي على أسلوب إغراء أم أسلوب تحذير عن طريق ماذا أحسنتم وضعنا قبلها إلزم أو إحذر نحظوا معي هنا طلابي هنا صور للإغراء وصور للتحذير إذن الإغراء والتحذير لهم عدة صور أولا الإفراد كأن نقوم بذكر ماذا الأمر وحده مفردا إذن كأن أقول الصدق يا أطفال الغش يا طلاب إذن هنا أنا قمت بماذا بذكر الأمر المرغوب أو المحذر منه مرة واحدة مفردا أما لدينا صورة أخرى وهي ماذا التكرار أنني أقوم بتكرار الأمر إذن أقول الصدق الصدق الغش والغش إذن هذا نقول من صوره التكرار ولدينا الصورة الأخيرة وهي ماذا العطف أن أقوم بعطفه على أمر آخر إذا كان أسلوب إغراء نقوم بعطفه على ماذا أسلوب إغراء آخر كأن نقول ماذا الصدق والأمانة يا أطفال حسنتم أيضا هنا نقول الغيبة والنميمة والنميمة إذن لاحظوا معي هنا عدة صور للإغراء الصورة الأولى قلنا ما هي الإفراد كأن نقول الصلاة التفوق وصور من التحذير أيضا في الإفراد كأن نقول النميمة الكذبة في المربع الثاني لدينا ماذا أحسنتم لدينا التكرار لاحظوا معي قلنا الصلاة الصلاة التفوق التفوق إذن أنا أقوم في ماذا بتكرار الأمر المرغوب به هنا النميمة النميمة الكذبة الكذبة إذن لاحظوا معي أنني قمت بتكرار ماذا الأمر الذي أريد التحذير منه وفي الأخير قلنا ماذا العطف لاحظوا معي الصلاة والأخلاق جملة التي تليها التفوق والنجاح إذن لاحظوا معي أنا قمت بماذا بعطف أمر مرغوب على أمر المرغوب الأول أيضا هنا لدينا التحذير نقول ماذا الغيبة والنميمة إذن أنا هنا قمت بماذا أحسنتم بإضافة بعطف ماذا أمر أحدر منه على أمر آخر أيضا الغشة والكذبة إذن هنا لاحظوا معنا ذكرنا أن لصور الإغراء والتحذير ثلاثة صور إما الإفراد أو التكرار أو أحسنتم أخيرا نقول العطف أحسنتم طلابي وطالبات الجميع الآن أقوم بفتح الكتاب صفحة 134 الجميع نقوم بفتح الكتاب ممتاز الجميع قام بفتح الكتاب أحسنتم نقرأ معا طلابي وطالبات تفكيروا ناقد طلبت طلبت المعلمة من الطالبات أن يستخدمنا أسلوب الإغراء فكانت إجابات فكانت الإجابات إذن هنا المعلمة طلبت من طالباتها أن يستخدموا أي أسلوب يا طلابي وطالبات أحسنتم ممتاز أسلوب الإغراء فكانت ماذا لدينا إجابتان الإجابة الأولى لطالبنا لأي طالبة لهند والإجابة الأخرى لنورة نقرأ هند الجد والإجتهاد في طلب العلم نورة هنا تقول الجد والإجتهاد من صفات الطالبة المثالية فقالت المعلمة إحدى الإجابتين غير صحيحة إذن طلابي نحاول أنا وأنتم تحديد مع الإجابة الخاطئة إذن لدي إجابتين إحدى الإجابتين خاطئة إذن لا تحتوي على ماذا على المطلوب الذي قامت بطلبه معلمتهم وهو ماذا أسلوب الإغراء نحظوا معي أولا في جملة هند تقول الجد والإجتهاد في طلب العلم إذن أنا لدي أسلوب إغراء كيف أتأكد من أن هذا الجملة تحتوي على أسلوب إغراء قلنا سابقا أحسنتم ممتاز إذن أقوم بإضافة إلزم إذن هنا سأقوم بإضافة إلزم في الجملتين حتى نتأكد أنا وأنتم أي الجملتين التي سيستقيم معناها في الجملة الأولى نقول إلزم الجد والإجتهاد في طلب العلم إذن لاحظوا معي الجملة الأولى إلزم الجد والإجتهاد في طلب العلم إذن ما زال المعنى ماذا؟ أحسنتم طلاب وطالبات إذن معلمتي ما زال المعنى مستقيم ننتقل إلى جملة نورة نقول إلزم الجد والإجتهاد من صفات الطالبة المثالية ما رأيكم في هذه الجملة؟ هل ما زال المعنى مستقيم؟ نعيد معا إلزم إلزم الجد والإجتهاد من صفات الطالبة المثالية إذن طلاب وطالبات برأيكم أي الجملتين هي الجملة الخاطئة؟ بعد أن قمنا بوضع ماذا؟ إلزم حتى نتأكد من المعنى أحسنتم ممتاز إذن نقول أن الجملة الخاطئة هي جملة نورة إذن قمنا بإضافة إلزم فلم يكن المعنى مستقيم لم يستقم المعنى لدينا لاحظوا معي في جملة الجد والإجتهاد في طلب العن طلاب وطالبات هنا ماذا؟ الجملة تحتوي على أسلوب إغراء برأيكم أي من صور الإغراء هنا؟ الجد والإجتهادة بأي الصور هنا؟ هل كانت بالإفراد أم بالتكرار أم بالعطف؟ نعم نجيب أحسنتم ممتاز إذن كانت بماذا؟ بالعطف إذن عطفنا أمر مرغوب على ماذا؟ على أمر مرغوب إذن نقول أي الجملتين الخاطئة؟ نكتب معا نقول ستكون ماذا؟ الجملة الثانية ولماذا؟ لأنها لا تحتوي على أسلوب ماذا؟ أسلوب إغراء بل الغرض منها الإخبار فقط إذن الجميع نقوم بالكتابة ممتاز الجميع يقوم بالكتابة يا طلابي وطالبات أحسنتم إذن هنا لاحظنا في الجملتين وقمنا بالتأكد أيهم التي تحتوي على أسلوب إغراء وقلنا أنها أتت بصورة ماذا؟ العطف ممتاز والجملة الثانية كانت فقط ماذا؟ جملة إخبار ولم تحتوي على أسلوب الإغراء إذن ممتاز الجميع انتهى من الكتابة أحسنتم أنتقل أنا وأنتم إلى هنا نقول ماذا؟ أرسم خريطة مفاهيم تلخص أهم الأفكار التي وردت في النص إذن طلابي سنقوم برسم خريطة مفاهيم ونقوم بذكر أهم الأفكار في هذه النص أولا عندما أريد رسم خريطة مفاهيم سنقوم بوضع دائرة أين؟ أحسنتم إذن سنقوم برسم دائرة في المنتصف وستحتوي هذه الدائرة على ماذا؟ على بعض الأفكار؟ برأيكم طلابي أحسنتم إذن الدائرة التي تكون في المنتصف تسمى الدائرة الرئيسية وستحتوي على ماذا؟ عنوان النص إذن نرسم معا جميعا إذن نقوم برسم دائرة في المنتصف ونقوم بكتابة عنوان نصنا كتاب يتحدث عن نفسه الجميع انتهى من الرسم أحسنتم إذن بعد أن قمت أنا وأنتم برسم دائرة في المنتصف ننتقل إلى ماذا الآن؟ أحسنتم إذن سنقوم بإخراج أسهم من هذه الدائرة حتى نذكر بعض الأفكار إذن نخرج السهم الأول هيا طلابي معا من يحاول أن يذكر لي بعض الأفكار التي وردت في نصنا؟ نحاول معا أحسنتم ممتاز رائع إذن نقول قلق هند من زيارة معرض الكتاب أحسنتم إذن الجميع نقوم بالكتابة إذن هذه ماذا؟ أحد الأفكار التي ذكرت في النص أحسنتم طلابي أحتاج فكرة أخرى من يقوم بإجابة وطالبات أحسنتم ممتاز نقول ماذا؟ حديث الكتاب ووصفه لنفسه إذن عندما تحدث الكتاب عن نفسه وقام بذكر ماذا؟ كيف تطور هذا الكتاب؟ إذن ممتاز أيضا نحتاج أحد الأفكار ممتاز رائع نقول ماذا؟ مراحل تطور الكتاب عبر الزمن أيضا أحتاج فكرة أخيرة يا طلابي وطالبات ممتاز رائع نقول ماذا؟ بداية الرحلة والدخول إلى المعرض المزدحم ممتاز إذن طلابي وطالبات أقوم سريعا برسم هذه الخريطة الجميع نقوم بالرسم؟ إذن لاحظوا معي أننا قمنا برسم الدائرة الرئيسية وقمنا بإخراج كم فكرة منها؟ أحسنتم أربعة أفكار ممتاز ممتاز الجميع انتهى أحسنتم أنتقل أنا وأنتم أضعوا إشارة صح يمين العبارة الصحيحة وإشارة خطأ يمين العبارة الخاطئة إذن طلابي لدينا عدة جمال نحاول أنا وأنتم أن نقوم بالإجابة معاً كانت هند سعيدة جداً لزيارة معرض الكتاب ما رأيكم يا طلاب؟ عندما هل كانت هند سعيدة لزيارة هذا المعرض؟ عندما ذهبت إلى المنزل وأخبرت والدتها أن الرحلة ستكون لمعرض الكتاب هل كانت؟ كيف كان شعور هند استعدادها لهذه الرحلة؟ أحسنتم إذن نقول كانت ماذا حزينة وكانت تقول أي متعة سأجدها ماذا في مكان تصف فيه الكتب إذن نقول هنا ماذا؟ إجابة خاطئة أنها لم تكن سعيدة ثانياً ظهرت الكتب الإلكترونية بعد الكتب الورقية رأيكم طلابي الكتب الورقية أولاً أم الكتب الإلكترونية؟ أحسنتم إذن نقول هنا إجابة صحيحة أن الكتب الإلكترونية ظهرت لنا بعد الكتب الورقية ثلاثة الكتاب ينقل قارئه بين الماضي والحاضر هل ينقلنا الكتاب بين الماضي والحاضر عند قراءته ونحن في أماكننا؟ أحسنتم ممتاز إذن هذه من مميزات الكتاب أنه يتنقل بنا بين الماضي والحاضر وأخيراً نقول ماذا؟ يشعر القارئ بالملل والضجر عند قراءة الكتب ما رأيكم في هذه الجملة؟ هل هي صحيحة؟ أحسنتم إذن جملة خاطئة لا نشعر بالملل إنما الكتاب يقوم بماذا؟ بزيادة معلوماتنا وفوائد كثيرة يعطينا هذا الكتاب ممتاز أنتقل أنا وأنتم هنا طلابي طلابي وطالبات من خلال هذه الصور حاولوا معي معرفة هذه الأماكن برأيكم الصورة الأولى ما هذا المكان؟ أحسنتم ممتاز إذن نقول المدرسة أحسنتم في الصورة الثانية لاحظوا معي فواز وخلفه على العديد من الكتب إذن أين سيكون؟ أحسنتم ممتاز إذن نقول المكتبة ممتاز أيضاً هنا لاحظوا معي الطالبات مع معلمتهم أحسنتم لاحظوا معي هنا ماذا؟ هنا الفيل والقرد إذن أين سيكونون؟ ممتاز رائع إذن نقول في حديقة الحيواني أحسنتم طلابي طالبات أنتقل أنا وأنتم إلى صفحة 135 سريعاً الجميع نقرأ السؤال أغني ملف تعلمي على أحد الجبال القريبة من مكة وفي غار حراء كان محمد صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه ويفكر في خالق الكون الكبير وذات يوم بينما كان محمد صلى الله عليه وسلم في الغار أتى إليه ملك وضمه إليه وقال له اقرأ فوجئ محمد صلى الله عليه وسلم وتعجب لطلبه فهو أمي لا يقرأ وقال له ما أنا بقارئ وكرر الرجل فعلته ثلاث مرات وفي المرة الثالثة قال لمحمد صلى الله عليه وسلم نقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم افذ محمد صلى الله عليه وسلم ما طلبه الملك وأعاد قراءة ما سمع وهو يرتجف خوفا واختفى الملك غادر محمد صلى الله عليه وسلم الغارة وعاد مسرعا إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وطلب منها أن تغطيه بالثياب غطت خديجة زوجها بالثياب ودهشت وهي تراه يرتجف فسألته عما جرى له طلابي برأيكم ترى من الذي جرى لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن ذاك الرجل الذي رآه في الغار إذن طلابي من هو ذلك الرجل الذي رآه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الغار ومن الذي حدث له أحسنتم إذن نقول من الذي حدث لمحمد ممتاز رائع إذن نقول كان يرتجف خوفا ومن هو هذا الرجل كان جبريل عليه السلام ممتاز وإلى ما تدعونا أول الآيات التي نزلت عليه إلى ما تدعونا هذه الآية أحسنتم اقرأ إذن تدعونا إلى ماذا إلى القراءة ممتاز إذن أنقل طلابي وطالبات هذه الإجابة تبقى لنا وما تفسير هذه الآية هذا ما سبحث عن إجابته وأضمنه ملفي التعلم إذن طلابي وطالبات أطلب من الجميع أن نقوم بماذا بالبحث عن تفسير هذه الآيات أحسنتم انتهى الجميع ممتاز إذن طلابي ماذا تعلمنا أولا نقول التمييز بين ماذا أسلوب الإغراء والتحذير ثانيا رسم خريطة مفاهيم للنص وأخيرا اهتمام الإسلام بماذا بالأل إذن طلابي وطالبات انتهى درسنا لهذا اليوم أشكركم جزيل الشكر على حسن إنصاتكم لي وألتقيكم بإذن الله في حصة مقبلة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وبناء الطالبات في درس جديد من دروس تلاوة القرآن الكريم للصف السادس الابتدائي للتعليم العام إن شاء الله اليوم سوف نقرأ نحن وإياكم سورة جديدة سورة ياسين من الآية رقم واحد إلى الآية رقم عشرين إن شاء الله تعالى أبنائي وبناتي كما تعلمون أن هناك أهداف نريد أن نحققها من درس هذا اليوم ومن تلاوة هذا اليوم أول هدف أن نطلب الأجر من الله تعالى وهذا هو الهدف الأسمى الذي يطلبه كل من يقرأ ويحفظ القرآن الكريم لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة فالذي يقرأ لله تعالى ويريد الأجر من الله فإن الله تعالى يعطيه أما الذي يريد غير ذلك فلا يعطيه الله تعالى حسنة على أعماله لا بد أن يكون الطلب من الله سبحانه وتعالى كذلك أيها الأبناء والبنات من أهداف هذا الدرس تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء أي أننا نقرأ بدون أخطاء في الحركات ولا يكون هذا إلا بالنظر والانتباه إلى الآيات حينما يقرأ الأستاذ تنظر وتنظرين إلى الآية وإلى الحركة على الحروف وإلى غفية الكلمة وننطق نطن صحيحا ولا يكون هذا إلا بالتأني نقرأ بتأني وتؤده وتمهل حتى نستطيع أن نتمكن من القراءة الصحيحة كذلك بارك الله فيكم نطبق أحكام التجويد في هذه الآيات كما درسنا في مادة التجويد كذلك نقرأ بتدبر وخشوع وننتبه للآيات ونعتبر فيها ونتبع ما فيها من توجيهات بارك الله فيكم الآن نريد أن نذكركم ببعض آداب تلاوة القرآن الكريم فأول آداب من آداب التلاوة الإخلاص لله تعالى نرجو ثواب الله تعالى كما ذكرنا قبل قليل الأدب الثاني الوضوء نتوضى قبل التلاوة نتنشط والذهن يكون مستعد للقراءة والانتباه كذلك بارك الله فيكم من آداب تلاوة القرآن الكريم النظافة نظافة الفم حتى نقرأ الآيات وحتى لأننا نخرج الآيات والكلام من أين من الفم فيجب أن يكون نظيفا لأننا سنقرأ آيات الله تعالى وكلماته سبحانه وتعالى كذلك بارك الله فيكم كما تعلمون الاستعاذة قبل تلاوة القرآن الكريم كذلك البسملة خاصة في أوائل السور كما سنبدأ الآن ويجوز أن نقول البسملة في أواسط السور كذلك أيها الأبناء والبنات من الآداب كما تعلمون تحسين الصوت بالتلاوة نجمل التلاوة ونحسنها قدر المستطاع بارك الله فيكم كذلك القراءة بتدبر وتفهم نفهم ونعرف أين ذهب أين مصير المعاندين الفاسقين الكافرين ماذا عاقبهم الله تعالى بماذا عاقبهم وننظر في الجانب الآخر الجانب المشرق حياة الطائعين لله تعالى المتبعين للقرآن أين كان مكانهم سيكونوا في الجنة فنتبعهم حتى نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطاهرين كذلك بارك الله تعالى فيكم التسبيح إذا مررنا بآية فيها التسبيح لله نقول سبحان الله إذا مررنا بآية فيها نعيم الجنة فيها مغفرة فيها رحمة نسأل الله من فضله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذلك إذا مررنا بآية فيها وعيد أو عذاب على المنافقين الكافرين العصاه فإننا نستعيد بالله نقول نعوذ بك يا ربنا من النار ومن مصير أهل النار الآن أبنائي وبناتي نقرأ وكما تشاهدون سورة ياسين من الآية رقم واحد إلى الآية رقم عشرين إن شاء الله تعالى بعض الكلمات أريد أن أنبه عليها وهي سهلة ويسيرة انتبهوا لها كلمة أنذر أنتبهوا للضم في الهمزة أنذر قولوا معي أنذر ممتنز انظر إلى كلمة أعناقهم وبعدها أغلالا أعناقهم نجد ألف صغيرة بعد النون ونجد في كلمة أغلالا ألف صغيرة بعد اللام كذلك كلمة جديدة انظر إليها مقمحون فهم مقمحون مقمحون أي أن الكفار يوم القيامة يضع الله تعالى في أعناقهم أغلال ويكون الرأس مرتفع بسبب الغل الذي في رقابهم فهم مقمحون أي رافعين رؤوسهم من الأغلال التي على رقابهم نعوذ بالله من أهل النار طيب في كلمات هذه الكلمات تقريبا جديدة لن تبهلها حينما نقرأ بعد قليل الآن أيضا سأنبه على بعض أحكام التجودية الخفيفة مثل النون المشددة انظر إلى كلمة إنك نون مشددة نغنى بمقدار حركتين انظروا إلى هذه صراط مستقيم تنوين أتى بعد حرف الميم والميم من حروف الإضغام نقول صراط مستقيم نغنى الميم بمقدار حركتين كذلك بارك الله فيكم انظر إلى كلمة إن نون مشددة ننتبه لأن نون مشددة في القرآن الكريم كاملا هذه إذا مررنا بأب نون أو ميم عليها شدة نغنى بمقدار حركتين إنهم إن ثم وهكذا انظر إلى المد أخذتم المد انظر إلى كلمة آباءهم كل علامة مد يا أبنائي وابناتي في القرآن نمدها أربع حركات إذا كان بعدها همزة انظروا إلى علامات المد انظروا إلى علامات نطبق علامات المد في القرآن كاملا انذرا نطبق علامات المد نمد بمقدار أربع حركات في القرآن كاملا هذا للتوضيح والآن سوف نأتي إلى التطبيق إن شاء الله تعالى كونوا معي سأقرأ الآن أولا قراءة وأنتم استمعوا لهذه القراءة وانتبهوا لهذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الحروف المقطعة في أوائل السور مثل هذه يا وبعدها سين الياء نمده بمقدار حركتين كيف انظروا سين نمده بمقدار كلمة السين 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 انظروا إلى كلمة سين النون عليه نسكن هكذا ننطق حرف السين إذا وجدنا حرف السين في بداية الحروف المقطعة في بداية السور ننطق سين بهذا المد نقول سين كم نمد من حركة؟ كم يا أبطال ويا بطلات ست حركات نقول سين إذن ياء تمد من بداية الحركتين ستأخذونها إن شاء الله في المد اللازم لأن ياء من حرف أو حرفين ياء كيف ننطق حرف الياء ننطقها من حرفين الياء والألف الياء والألف هذه ياء بينما سين كم نطقنا من حرف كم مكونة يعني حينما ننطق كلمة سين مكونة من كم حرف؟ من ثلاثة أحرف السين والياء والنون وهنا نقول سين فنمده بمقدار ست حركات وإذا مر علينا إن شاء الله في القرآن بمثل هذه نمد بهذا المد هناك يعني بمعنى الحروف المقطعة منها ما يمد ست حركات ومنهم ما يمد حركتين الحرف لينطق من حرفين مثلا ياء مثل ها ننطقه ها ياء بمقدار حركتين أما الحروف الأخرى إذا كانت مكونة من ثلاثة أحرف فأنا ننطقها مدًا مشبعًا يسمى مد لازم بمقدار ست حركات إذن نمد نقول سين نبدأ يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إلى هنا الآيات إن شاء الله تعالى الآن المضلوب منكم الآن الانتباه والتركيز على الآيات والقراءة اقرأوا بعدي حينما أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم أحسنتم اقرأوا بعدما أسكت عن القراءة إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينَ وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ أحسنتم نكمل وقرأوا بعدما أقف قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ أحسنتم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون جميل بارك الله فيكم وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قالوا طائركم معكم أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى وَالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قال يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ إلى هنا بارك الله فيكم نكون قد انتهينا من هذا الدرس نسأل الله تعالى التوفيق والسداد أوصيكم بالقراءة يقرأوا الآيات وانتبهوا وركزوا وقرأوا بتأني وتؤدى حتى إن شاء الله تقرأون قراءة صحيحة وإلى لقاء آخر ودرس جديد أستوديعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزائي الطلاب وعزيزاتي الطالبات معي أنا الأستاذ ريم ومترجمة لغة الإشارة الأستاذة سميرة في درس جديد لمادة لغتي الجميلة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول طلابي وطالبات موضوع درسنا لهذا اليوم الاستراتيجية القرائية أهدف أهدفنا لهذا اليوم يتوقع من الطالب في نهاية الدرس واحد أن يتعرف على القراءة على قراءة التمشيط اثنان أن يطبق القراءة التمشيطية أولا ما مفهوم الاستراتيجية القرائية مفهوم الاستراتيجيات القرائية تعني الطرق والأساليب المنظمة التي يتم السير من خلالها للوصول إلى الهدف المنشود والهدف من وراء تعلم هذه الطرق هو تعليم التلاميذ كيف يقرؤون بشكل مستقل وتختلف الاستراتيجية حسب الهدف منها إذن أولا التعرف على الفكرة الرئيسية للنص تذكر وكتابة ما تم قراءته الربط بين مجموعة من الجمل المقرؤة تحت أفكار محددة أنواع القراءة طلابي وطالبات حاولوا معي أن نقوم بذكر أنواع القراءة قمنا بأخذها سابقا قلنا أن هناك عدة أنواع للقراءة نحاول معا النوع الأول أحسنتم ممتاز إذن أقول ماذا؟ القراءة الجهرية أيضا نوع آخر ممتاز رائع أقول ماذا؟ القراءة الصامتة أيضا لدي عدة أنواع من أنواع القراءة أخذناها في الحصة السابقة ممتاز رائع نقول ماذا؟ القراءة ماذا؟ التمشيط أيضا عندما أذهب للمكتبة حتى ماذا؟ أقوم عندما أريد شراء كتاب سنقرأ أي نوع من القراءة قلنا أحسنتم قراءة ماذا؟ التصفح وأيضا تبقى لنا نوع آخر أحسنتم ممتاز نقول ماذا؟ قراءة الاستمتاع إذن طلاب وطالبات هذه أنواع القراءة اليوم بإذن الله سوف يكون لدينا أي نوع من أنواع القراءة قراءة التمشيط وعندما أقول قراءة التمشيط من يحاول معا أن يقوم بتعريف قراءة التمشيط؟ أحسنتم ممتاز إذن قلنا أن قراءة التمشيط هي ماذا؟ التي نقلب فيها أوراق موسوعة أو معجم أو كتاب ما للوصول إلى معلومة معينة إذن في قراءة التمشيط أنا يا طلابي لن أقوم بقراءة النص كاملا إما إنما سيكون لدي هدف أو معلومة سأقوم سريعا بماذا؟ بالوصول إلى هذه المعلومة دون ماذا أن أقوم بقراءة النص قراءة جيدة لاحظوا معي هنا ما فوائد قراءة التمشيط؟ برأيكم ما فائدة هذا النوع من أنواع القراءة؟ نقول ماذا؟ أحسنتم ممتاز إذن من فوائد قراءة التمشيط أولا استثمار الوقت المتاح إذن أنا سيكون الوقت ماذا؟ لدي قليلا عند قراءة ماذا؟ التمشيط بعكس ماذا؟ قراءة الاستمتاع أو القراءة الجهرية أيضا البحث عن معلومة محددة للتأكد منها إذن أنا لدي معلومة وسأقوم بماذا؟ بقراءة التمشيط حتى أتأكد من هذه المعلومة أيضا متابعة ماذا؟ أحدث الإحصائيات حول ماذا؟ مجال معين نحظوا معي عندما أبحث عن معنى كلمة في المعجم سنقوم بأي نوع من نوع القراءة؟ إذن أنا لدي كلمة وأريد معناها هل سنقوم ببحث عنها من خلال قراءة الجهرية؟ أم قراءة التصفح أم الاستمتاع أم القراءة الصامتة أم قراءة التمشيط؟ أنا لدي معلومة معينة أحتاجها أحسنتم إذن سنقوم بأي نوع من أنواع القراءة أقرأ ماذا؟ قراءة التمشيط ولماذا قلنا قراءة التمشيط يا طلابي؟ لأنني ماذا؟ لدي ماذا؟ معلومة معينة أو هدف فقط أريد الوصول إليه وهي ماذا؟ معنى كلمة أحسنتم طلابي وطالبات أطلب من الجميع أن نقوم بفتح الكتاب صفحة 136 الجميع نقوم بفتح الكتاب ممتاز الجميع قام بفتح الكتاب إذن نقرأ معاً أقرأ قراءة التمشيط ونبحث بالنص الآتي عن أنواع آذاء تقنيات الاتصال أنواع التقنيات إذن نقرأ معاً كان الاتصال كان الاتصال ولا يزال يشكل إحدى الدعائم الأساسية التي تقوم عليها حياة الإنسان ولقد ازدادت أهميته اليوم بفضل التقدم الكبير الذي عرفته تقنية الاتصال إلى درجة أنه يعد اليوم من أبرز علامات التفوق العلمي الذي يتميز به عصرنا وهكذا تحقق تطور سريع ودقيق في أجهزة الهاتف والتلفاز وشبكة الأنترنت وصارت هذه تحمل خطاباتها وبياناتها وصورها من الأماكن البعيدة عبر الأقمار الصناعية متخطية القارات والحدود ولم يعد الاتصال حكراً اليوم على القنوات التقليدية من صحف ومجلات أو إذاعات صوتية ولضرب أمثلة على أهم ما تحقق في مجال تقنية الاتصال نشير إلى التقنيات الآتية الأجهزة الذكية هي أجهزة إلكترونية متعددة المهام قادرة على الاتصال والمشاركة والتفاعل سواء مع المستخدم أو الأجهزة الأخرى ومن خلالها يمكن للمستخدم تصفح الأنترنت والأخبار ومقاطع الفيديو والقنوات وإنجاز المعاملات وإجراء المحادثات النصية والصوتية واستكشاف العالم بأكمله البلوتات وهو أحد وسائل الاتصال الراديوية التي تعتمد على الاتصال اللاسلكي لتنقل البيانات من خلال موجات كهرومغناطيسية إلى مسافات قصيرة جدا تتراوح بين متر واحد ومئة متر فقط ولا يحتاج هذا النوع من التقنيات إلى كميات كبيرة من الطاقة كما تساعد هذه التقنية المستخدمة على نقل البيانات بين الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب إنترنت الأشياء هو أسلوب تقني حديث ومفهوم متطور لشبكة الأنترنت يهدف إلى استقطاب الأشياء متمثلة بالأجهزة وأجهزة الاستشعار ووصولها بشبكة الأنترنت لتتراسل البيانات فيما بينها دون تدخل البشر بذلك ويكون ذلك تلقائيا في حال وجود الشيء في المنطقة الجغرافية التي تغطيها شبكة الأنترنت بحيث تمتلك كل الأشياء في حياتنا قابلية الاتصال بالأنترنت أو ببعضها لإرسال البيانات واستقبالها لآداء وظائف محدودة من خلال الشبكة الذكاء الاصطناعي ويعرف الذكاء الاصطناعي بأنه قدرة الآلات والحواسيب الرقمية على القيام بمهام معينة تحاكي وتشابه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكية كالقدرة على الاتصال والتفكير أو التعلم من التجارب السابقة أو غيرها من العمليات الأخرى التي تتطلب عمليات ذهنية كما يهدف الذكاء الاصطناعي إلى الوصول إلى أنظمة تتمتع بالذكاء وتتصرف على نحو الذي يتصرف به البشر من حيث التعلم التعلم والفهم بحيث تقدم تلك الأنظمة لمستخدميها خدمات مختلفة من التعليم والإرشاد والتفاعل وما إلى ذلك إذن طلابي وطالبات أنتقل أنا وأنتم إلى صفحة 137 سريعا الجميع قام بفتح الكتاب أحسنتم ما التقنية؟ ما تقنيات الاتصال الواردة في النص؟ سريعا قمنا بذكر أربع تقنيات للاتصال ما هي برأيكم يا طلابي؟ نحاول ذكرها معا أحسنتم إنترنت الأشياء أيضا ممتاز الذكاء الاصطناعي أيضا بلوتوث أحسنتم أيضا الأجهزة الذكية ممتاز إذن نقول ما التقنيات الاتصال الواردة في النص؟ الأجهزة الذكية البلوتوث إنترنت الأشياء الذكاء الاصطناعي ممتاز إذن الجميع سريعا نقوم بنقل هذه الإجابة هل قرأت قراءة تمشيط؟ قراءة تمشيط إذن طلابي عندما طلب منا هذه المعلومات هل قمنا بقراءة نصص كاملا؟ إذن فقط قمنا بالتركيز على ماذا؟ على هذه التقنيات إذن نقول نعم الجميع انتهى من الكتابة ممتاز أنتقل أنا وأنتم هنا للتحقق من ذلك أضع إشارة صحيء في المربع المناسب ألقيت نظرة كلية على النص للبحث عن أسماء وسائل التواصل؟ نعم يا طلابي عندما طلبت منكم ماذا؟ استخراج التقنيات هل قمتم بقراءة النص؟ أم بإلقاء نظرة على هذا النص؟ أحسنتم إذن هل أقن نظرة كلية على النص؟ إذن نقول لا فقط قمنا بالتركيز على ماذا؟ على التقنيات ثانيا قرأت ما قبلها وما بعدها للتوصل للمعلومة المطلوبة إذن عندما قمت بطلب منكم استخراج التقنيات هل قمتم يا طلابي بقراءة ما قبلها وما بعدها حتى تتأكدوا من هذه المعلومة؟ أحسنتم إذن نقول لا لأنها لا تكون هنا قراءة تمشيطية أخيرا وضعت الهدف أمام عيني ولم ألتفت إلى أي معلومة أخرى هل قمتم يا طلابي وطالبات بوضع هدفكم أمام فقط هذا الهدف أم ماذا؟ إذن فقط قمنا بوضع أي هدف أحسنتم استخراج ماذا؟ التقنيات إذن نقول نعم إذن طلابي وطالبات الجميع أتأكد من أنني قمت بإكمال هذه المربعات إذن لدينا في الإجابة الأولى قلنا لا وفي الثانية لا وأخيرا نعم قلنا لماذا؟ لأننا وضعنا هدف وما هو الهدف؟ قلنا ذكر التقنيات قمنا بذكرها انتهى الجميع أحسنتم أنتقلوا أنا وأنتم إلى صفحة 138 الجميع نقوم بفتح الكتاب أملأ وأقرأ تستوقفوني التفتيشة الهدف معلومات هدفي قراءة التمشيط إذن لدينا عدة كلمات يا طلابي في المربعات سنقوم بإكمال الفراغ نقرأ معا أستعمل هذا النوع من القراءات عندما أقصد فراغ عن فراغ معينة مثل تاريخ معين أو معنى كلمة معينة أو تعريف مصطلح أو رقم هاتف أو حدث وهنا أضع نصب عينية تحقيق فراغ فقط دون أن ألتبت إلى أي شيء آخر في النص وأنا أقلب صفحات الكتاب أو النص المقرؤ وهذه الطريقة تحتاج إلى تركيز ومراع ينبغي ألا فراغ خلال تفتيش عن الهدف أي عبارة أو معلومة مسلية أو ممتعة أو مثيرة لأن الجهد والوقت المبذولين في ذلك لا يسهمان في تحقيق فراغ إذن أنا أنتم سنقوم بإكمال هذه الفراغات أستعمل هذا النوع من القراءات عندما أقصد ماذا؟ قراءة التمشيط هل أستعملها عندما أقصد تستوقفني أم التفتيش أم الهدف أم معلومات أم هدفي؟ برأيكم أحسنتم إذن نقول عندما أقصد ماذا؟ التفتيشة إذن قلنا أن قراءة التمشيط هي نوع من أنواع القراءة لماذا؟ للتفتيش عن عن ماذا يا طلابي؟ هل سيكون التفتيش عن هدف أو عن معلومات؟ أحسنتم ممتاز إذن نقول للتفتيش عن ماذا؟ عن معلومات معينة مثل تاريخ معين أو معنى كلمة أو تعريف مصطلح أو رقم هاتر إذن طلابي وطالبات أقوم بكتابة هذا الفراغين سريعا إذن الفراغ الأول قلنا أنها ماذا؟ نقصد بهذه القراءة عندما نقوم بالتفتيشة عن ماذا نفتش؟ أحسنتم عن معلوماتي ممتاز الجميع انتهى نكمل وهنا أضع نصب عيني تحقيق ماذا؟ إذن هنا أنا أريد تحقيق ماذا؟ لاحظوا معي هل أقول تستوقفني؟ أم الهدف أم هدفي برأيكم؟ نقول ماذا؟ أحسنتم إذن أقول ماذا؟ تحقيق الهدف إذن أنا عندما أفتش عن المعلومات أريد ماذا من هذا؟ أحسنتم تحقيق الهدف الهدف فقط إذن هنا سنحقق الهدف فقط دون أن ألتفت إلى شيء آخر في النص وأنا أقلب الصفحات الكتاب أو النص المقرؤ وهذه الطريقة تحتاج إلى تركيز ومراين ومران وينبغي ألا هاي سادس هاي طالبات وينبغي ألا ماذا؟ تستوقفني تبقى لدينا وهدفي هل أقول ألا ماذا؟ ألا هدفي وألا تستوقفني لاحظوا معي هنا ألا فراء خلال تفتيشي عن الهدف أحسنتم أقول إلا ألا ماذا؟ يتستوقفني إذن أنا هنا سأقوم بالتركيز على النص ولا أركز إلا على ماذا يا طلابي وطالبات المعلومة التي أحتاجها فلا تستوقفني أي معلومات أخرى في هذا النص وأخيرا نقول لأن الجهد والوقت المبدولين في ذلك لا يسهماني في تحقيق ماذا؟ أحسنتم إذن تبقى لنا ماذا؟ هدفي إذن نكمل معني يا طلابي وطالبات إذن قلنا أن قراءة التمشيط أستعملها عندما ماذا؟ أقوم عن التفتيش عن معلومات ويجب علي حتى أقوم بتحقيق هذه القراءة ألا أن شغل بمعلومات أخرى وأضع الهدف فقط أمامي إذن أما هو هدفي؟ هدفي أن أستخرج هذه المعلومة الجميع قام بالكتابة ممتاز أنتقل أنا وأنتم أخيرا هنا طلابي ولطالبات لدي بطاقات سنقوم بالكشف عن كل بطاقة ونجيب عن السؤال لاحظوا معي البطاقة الأولى هل الاتصال ما زال يشكل إحدى الدعائم الأساسية في حياة الإنسان؟ ما رأيكم من خلال النص عندما قرأنا؟ هل الاتصال ما زال يشكل إحدى الدعائم الأساسية؟ أحسنتم ممتاز رائع بارك الله فيكم إذن نقول ماذا؟ نعم إذن الاتصال مهم في حياة الإنسان البطاقة الثانية فراغ قادرة على الاتصال والمشاركة والتواركة التفاعل فراغ ما هو الذي قادر على الاتصال والمشاركة والتفاعل؟ أحسنتم إذن نقول الأجهزة الذكية إذن الأجهزة الذكية قادرة على ماذا؟ التفاعل والاتصال والمشاركة البطاقة هنا لدينا بعض فوائد الذكاء الاصطناعي حاولوا معي ذكر بعض فوائد الذكاء الاصطناعي نقول ماذا؟ أحسنتم ممتاز القدرة على الاتصال وماذا؟ والتفكير أخيرا لدينا البلوتوث يعتمد على الاتصال ماذا؟ أي اتصال؟ اتصال سلكي أو لا سلكي؟ ماذا قلنا في النص؟ أحسنتم ممتاز إذن نقول الاتصال السلكي ممتاز رائع إذن طلابي وطالبات أتوقف أنا وأنتم عند هذه النقطة ونكمل بإذن الله في حصص مقبلة أشكركم جزيل الشكر على حسن إنصاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 بسم الله الرحمن الرحيم hello my students how are you fine it's a beautiful day today isn't it okay let's start صف سادس فصل الدراسي الأول chores phonics phonics and practice مشفاولا مدين objectives by the end of the lesson students will be able to write words with AR, ER, OR read words with AR, ER, OR okay workbook open your workbook let's do our homework question number two page 100 copy the what are you doing poem it's a poem you remember what we have taken before what's the good helper doing yes she usually vacuums and cleans up her room early in the morning or in the afternoon what is she doing now what do you think she's what she's watching TV and eating a snack her room is clean her chores all done what's the good helper doing now he usually feeds the fish and goes shopping early in the morning or in the afternoon what is he doing now he's what he's he's feeds the fish and sitting back the fish is full his chores all done okay done okay now look at here what do we what can you see on this picture okay we can see a car I can see a red car a red car is moving good I can see a fork a fork this is a metal fork good we use it to eat food good I can see a teacher he is a teacher he is an English teacher good okay so listen point and say we are going to listen point and say okay one listen point and say listen to words with a-r or and e-r car fork teacher car fork teacher good now you do it car car fork fork teacher 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 okay now I want you to listen again and think of words that in that has a-r or 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 okay okay one listen point and say listen to words with a-r or and e-r car fork teacher car fork teacher good now you do it okay car fork fork teacher teacher so we have car car this is a car this is a red car can you give me another word that has a-r sound huh who can tell me yes star star good or let's write star good amazing huh give me a word that has like the sounds of o-r fork huh yes we have doc yes we have a doctor good o-r doctor good huh like a word that has e-r sound huh yes sister sis yes sister gorgeous good so we have car car a red car this is a car fork 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 it's a metal fork this is a fork I use the fork for eating good a teacher he is a teacher I am a teacher I teach you English I am an English teacher he is an English teacher good okay okay now I want you to write sentences for these words okay car fork teacher write in your notes okay okay now read and write a-r-o-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r There is a horse on the farm. Good. A-R. Amazing. He is what? He is a doctor. Good. Judy has three what? Three brothers. Okay, brothers. Let's draw the third one. So, how many brothers do we have? Three brothers. Okay. Now, do you have what? Do you have a sister? Do you have a sister? Good. Okay. They like to play in the what? In the park. Good. He is eating with what? A fork. Gorgeous. It's dark at night. It's dark at night. All right. Okay. Now, I will read and try to complete. Yes, check the exercise. He is playing with a toy car. There is a horse on the farm. He is a doctor. Judy has three brothers. Do you have a sister? They like to play in the park. He is eating with a fork. It is dark at night. Okay. Now, time for advice. Okay. Don't put off until tomorrow. If you have homework, do it all. Yes, on time. Okay. Okay. Don't make it tomorrow. Just on time. What you can do today. Okay. So, what you can do with? What you can do? Do it. Okay. Don't make it tomorrow. Make it on time. Why? Yes, to be an excellent student. Good. What else? Yes, that you don't put on words on you. Okay. What else? Huh? Yes, to be, to have free time to do your what? To do what you like to do. To have free time to read. For reading, for example, you can read. Gorgeous. So, you have what? You have to do what? All your words on time. Okay. Okay. Now, can you listen to the words, then spell it? Here we have a teacher, and we have three students. And this is spelling B. Okay? Teacher, just give them the words, and they spell it. Listen carefully. Spelling B. Can you listen to the word, and then spell it? Are you ready? Let's start. How do you spell fork? F-O-R-K. That's right. One point. How do you spell teacher? T-E-A-C-H-E-R. That's right. One point. How do you spell sister? S-I-S-D-E-R. That's right. One point. How do you spell teacher? T-E-A-C-H-E-R. That's right. One point. How do you spell teacher? T-E-A-C-H-E-R. T-E-A-C-H-E-R. That's right. One point. How do you spell sister? S-I-S-D-E-R. That's right. One point. Okay. Now, how do you spell teacher? T-E-A-C-H-E-R. Teacher. Okay. How do you spell fork? F-O-R-K. Good. How do you spell sister? S-I-S-T-E-R. Okay. How do you spell car? Who can tell me? How do you spell car? Good. C-A-R. Good. How do you spell brother? B-R-O-R. T-E-A-C-H-E-R. Good. Amazing. How do you spell dark? D-A-R-K. Dark. Okay. Do you like it? Was it interesting? Okay. Now, try to spell the words that you have taken today. Spelling B. Now, what I want you to do, open your workbook, question number one, page 101. Read and match the words with the pictures. Here we have five words. Here we have five pictures. Let's read the words first. Sisters. Sisters. Brothers. Brothers. Doctors. Doctors. Park. 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 Fork. Fork. Okay. Number one. Yes. They are sisters. sisters. We have two sisters here. Okay. Good. Number two. Yes. Here. We have two brothers. They are two brothers. Good. Doctors. They are doctors. They are doctors. They work in the hospital. Good. Park. Yes. We play in the park. Fork. We use fork for eating. We eat with the fork. Good. When we eat, we have to use what? We have to use our right hand. Okay. نأكل بالإش باليامين. اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Good. Okay. Now, question number two. Page 101. Listen, say the spelling and write. How do we spell dishes? Huh? Who can tell me? Yes. D-I-S-H-E-S. Dishes. Sh. S-H-Sh. Dishes. Okay. How do we spell sit? Okay. S-I-T. S-I-T. Okay. How do we spell drink? Yes. D-R-I-N-K. Drink. Okay. Okay. Now, try to play this game today with your friends, with your sisters. Try to spell the words. Okay? Okay. Now, how do we spell smile? Huh? S-M-I-L-E. Smile. How do we spell bread? bread. B-R-E-A-D. Bread. B-R-E-A-D. Bread. How do we spell house? H-O-U-S-E. House. Okay. Now, listen and write the missing words. This exercise one, page 102, workbook. Okay? It's a new workbook. Now, I want you to listen and try to write the words. Okay? Okay. 1. Listen and write the missing words. My brother has a new car. Did you write car? Her father is a doctor and her mother is a teacher. Did you write doctor and teacher? He can't use a computer. Did you write computer? He has a horse on his farm. Did you write horse and farm? farm. Okay. Now, I want you to listen again and check your answers. Okay? 1. Listen and write the missing words. My brother has a new car. Did you write car? Her father is a doctor and her mother is a teacher. Did you write doctor and teacher? He can't use a computer. did you write computer? Did you write computer? He has a horse on his farm. Did you write horse and farm? Okay. So, he has what? He has a new car. Good. Her father is a doctor and her mother is a teacher. Okay. He can't use a computer. Okay. He can't use a computer. Okay. He has a horse on his farm. Full stop. Don't forget the full stop, my students. Okay? Okay. Now, write what four words that end with A-R, O-R, or E-R. Question number three, page 102. Okay. Now, car. Good. Good. And we could have what? Star also. Okay. Teacher. Or we could have sister also. Huh? Doctor. Good. Good. Or we could have fork. Corn. Okay. Finished. Did you write down the answers? Good. Now, read and circle the correct answer. This is phonetics and practice. Okay. Open your workbooks, your books, page 58. Now, there is a horse and a purple turtle on the farm. There is a house and a purple turtle on the farm. Huh? A or B or C is the correct answer. Yes. A. Gorgeous. Now, the bird in the park is wearing short. The bird in the park is wearing a shirt. The bird in the park is wearing a shirt. Huh? Of course, B. Hello, said the horse. Shrip, shrip, answered the bird. Hello, said the bird. Shrip, shrip, answered the bird. Huh? Of course, it's A. Good. Do you like corn? Asked the house. Yes, I do, answered the purple bird. Do you like corn? Asked the horse. Yes, I do, answered the purple turtle. Do you like corn? Asked the purple turtle. Yes, I do. Do you like corn? Asked the horse. What do you like corn? Do you like corn? Yes, I do, answered the horse. Huh? What do you think the answer? Of course, C. Good. Okay. It's time for the quiz. Huh? What is the missing letters here? The doc? Huh? Yes, the doctor works in hospital. Good. The kids play in the? Huh? In the In the park. A-R. Good. In the park. Huh? I have two brah. Yes, brothers. E-R. Good. Okay. F-A-R-K is the spelling of fork. What do you think? Is it false or true? Of course, false. F-A-R-K is the correct spelling. Okay. Now, today we can read and write words with A-R, car, E-R, teacher, and O-R, fork. We write and spell words with A-R, E-R, or by myself. I think you are able to read, write, and for meaningful sentences. Yes? You are my heroes. Good. So, your homework is workbook, question number two, page 102. Thank you for listening, and have a good day. . . . . اشتركوا في القناة 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 فيروس كورونا المستجد من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد 10 حقائق عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد-19 أولاً اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا كوفيد-19 ثانياً تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية ثالثاً الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة رابعاً جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض خامساً من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن سبعة لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية سادساً في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطرة لهذه اللقاحات سابعاً تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان ثامناً أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك تاسعاً الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة مثل ارتفاع درجة الحرارة ولا تختلف عن بقية اللقاحات عاشراً جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الـ DNA وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية أخيراً اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عشب صحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله يرحمك الله استخدم المنديل أثناء الكحة والعطاس وإذا ما عندك منديل استخدم المرفق يعني كذا بالضبط ما تحتاج الكمامة إلا إذا كنت مصاب بكحة أو عطاس أو إذا كنت تخالط شخص مريض أغسل يديك بالماء والصابون 40 ثانية على الأقل والأي السفسار كلم الصحة 937 عشب صحة فيروس كورونا الجديد المسمى كوفيد 19 وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات كورونا فيروس ديزيز 2019 كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا وظهرت أغلب الحالات في مدينة وهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات غسل يدين بالماء والصابون بانتظام تغطية الفم والأنف عند الكحة والأطاس تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليها أعراض المرض وأعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد ارتفاع في دررة الحرارة كحة ضيق في التنفس وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فوراً بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشغيص الطبي ولأي استفسار كلم الصحة 937 نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عمليته التعليمية عن بعد عزيزي ولي الأمر حرصاً مننا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح فحرص دوماً على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه وأخيراً لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني مدرستي في بيتي حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أكثر من ستمائة ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر وهو ما يسمى بالتدخين القصري انتبه قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك اللجنة الوطنية لمكافحة التابغ صفحات الإنترنت الاحتيالية تخيل أن هذا منزلك ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلاً يشبهه تماماً هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا لأنه حتى ولو كان يشبهه تماماً فهو لا يزال مختلفاً كونه يقع في عنوان آخر ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماماً للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقار إلى موقع إلكتروني معين فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلية مثال لنذهب إلى منصة مدرستي هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madracity.sa فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي وذلك باستخدام عنوان مشابه نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمية لحماية نفسك واحد اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته اثنان إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي فلابد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي موسيقى هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق الطلاب ما مدرستي هيا فلنتعلم هيا نقرأ درساً نسأل نفهم هيا ونلاقي 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 كل الأصحاب هيا يا أبنائي فلنتعلم يا أبنائي فلنتعلم أعصد فالأستاذ تكلم يا أبنائي فلنتعلم ننهل منك علوماً شتى فلك معلمت وفهمت هيا هيا فلنتعلم علم وجد وكفاح بالمستقبل خير سلاح بالمستقبل خير سلاح هيا هيا فلنتعلم أجهزة العلم للكوني تنقل تدريسي وفنوني درس غدائي للتروني درس غدائي للتروني وأهي أجهزة الدرسية أحفظ وقت العلم لنفسي تعليم عن بعض أجلس جلستي الصحية أفرح بالحصص العلمية هيا هيا فلنتعلم وأغوص بحوراً في العلمي أسقل وعي أسقل فهمي أي سؤال لا أفهم وأسأل أستاذي يعلمه وبياناتي واسمي فيها لا أنشرها لا أفشيها أبداً أبداً لا أفشيها أحفظ غيباً كلمة سري لا يعلمها أحد غيري أبداً أبداً لا أفشيها هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق القلاب هيا هيا يا أصحاب